يعني بنلاحظ إيه لما نبص للأمر؟ وهل بيظهر له أشكال مختلفة؟ خلي بالكم وإحنا مع بعض في الفصل هنتناقش من خلال استراتيجية اسمها فكر زاوج شارك أكيد فاكرينها هنفكر لوحدنا الأول وبعدين نشارك أفكارنا مع زميل وبعدين نتكلم مع كل أفراد المجموعة مين بقى؟ يقدر يوصف حركة الأمر اللي بيلاحظها في السماء الأمر ساعات دي يبقى هلال وساعات دي يبقى كامل وبنسميه بدر بزاق طيب وانت يا أروى بتلاحظي إيه؟ أنا بلاحظ أن الأمر في السماء مكانه بيتغير كل يوم وساعات ما بشوفهوش طيب لو قلنا يا أولاد أن ملاحظاتكو صحيحة والأمر بنلاحظ أن موقعه في السماء بيتغير وكمان الشكل اللي بيظهر بيه بيكون مختلف الأشكال اللي أنتوا بتشوفوها دي بنسميها أطوار الأمر بنقول أطوار لأن الأمر بيتطور اجتماله يعني بيمر بدورة متكررة كل شهر بيتطور فيها يا أولاد شكله بنفس الطريقة طيب لي يا طرع بنشوفه بيتحرك في السماء وأطواره بتتغير يمكن عشان الأرض بتتحرك وبتدور حوالي نفسها؟ الأرض بتتحرك؟ طب أنا عايز أسأل أروى هنا سؤال ما ابني على اللي أنت قلتين قوليلي بقى يا أروى هو مين اللي بيدور حوالين التاني؟ خلي بالكم عايز أسأل أروى الأرض اللي بتدور حوالين الأمر ولا الأمر اللي بيدور حوالين الأرض؟ لا الأمر هو اللي بيدور حوالين الأرض رابو عليكم يبقى ممكن يا ليال يكون ده سبب من أسباب اللي بنشوف بيها أطوار الأمر وخلي بالكم كمال إن الأرض والأمر بيدوروا بقى هما اللي اتنين حوالين مين؟ الشمس بالضبط كده أكيد برضو بتلاحظوا إن الأمر بيكون مضيق و بينور هل الدوق ده جاي من الأمر نفسه؟ لا إحنا درسنا في سنة رابعة إن الأمر جسم مواطن بيتكون من الصخور صح طيب الدوق ده كده جاي منين؟ جاي من الشمس عشان الأمر بيعكس إشاعة الشمس اللي بتسكت عليه صح تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا فلس مدرستنا المستقبل يبدأوا الآن